حيو الهجل المضمراتي حي مركوب الثلائل اثنين وعشرين جزابين ثانية تانين ونموس لهجنا العصب تانين ونموس لغياث الهلال تانين ونموس للجميع شهدين الكرام متابعين الأفاضل والله نجد لكم التحية وها هي انطلاقتنا مع شرط الختام أما اتبعون من الله تعالى وتوفيقه هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل شوطنا السادس عشر مت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا السادس عشر والخاص بالابكار هنا اذا منهكنا اصحاب السمو الشوخ نسير بهذه الانطلاقة نسير بالتحدي نسير بالاثارة نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة حشيمة من تاتي على الصدارة وعلى المركز الاول اسمو الشيخ راجد بن حمدان بن راهل بن سعد المكتوم تابعها عتيق بن سالم بن عرطي الحميري ومن الجانب الاخر المتسلل السايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعد المكتوم مع سعد بن عباد الحميري وتاتينا مخايل على المركز ثالث لمعالي شيخ مع مختار بن احمد في التضميري وعلى المركز الرابع المنطلق هنا الشاهينية من هجن سيح السلام بمتابعة حمد بن علي لعويسي من يتابعها على المركز الرابعي والمركز الخامس الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تاتينا على خامسي المراكز المركز السادس الشاهينية هنا منطلق على سادس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة المضمر غانم بن سعيد بن سالمي وهملولا تاتينا على المركز السابع من هجن سيح السلام بقيادة سعيد بن محمد بن سعيد بن مرشد بينما المركز الثامن الشاهينية المنطلقة وهنا التسلل في هذه اللحظات من هوايل من هجن سيح السلام بقيادة فهد بن حصين النعيم من يتابعها على المركز الثامن والمركز التاسعة تاتي الشاهينية عاشرا كذلك الشاهينية وهجن العاصفة وهنا غياث الهلالي في التضمير والمتابعة هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى نهى على حضاراتكم اول ندى للمراكز العشرة الاولى نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى الصدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط حشيمة من انطلقت بصدارة بالمقدمة وبالمركز الاول سلالة حشيمة وانتاج الروية تاتي على الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المتمر سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ومن الجانب الاخر الشاهينية هقن العاصفة مع غياث الهلال الشاهينية على المركز الرابع لهقن السيح السلام بمتابعة مضمرة خمس انجوم مع الشاعر هنا حمد بن علي لعويسي ومخايل القادمة على خامس المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن احمد في التضمير وسادس المراكز هملولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بسعيد المكتوم ومتابعة غانب بن سعيد بن سالم احد فرساننا هنا يتابع هذا الانطلاق والتحدي الجميل بينما المركز السابع تأتينا هملولة من هيقن سيح السلام بمتابعة المتعب هنا سعيد بن محمد بن سعيد بن مرشة تنطليق على المركز السابع والمركز الثامن المركز الثامن هوائل هيقن سيح السلام بقيادة فهد بن حصين النعيمي من تاتينا هنا على المركز الثامن المركز التاسع المنطلقة الشاهينية من هجن العاصفة تاتينا على تاسع المراكز مع غياث الهلالي عاشرا الشاهينية لسمو الشيغة راشد بن حمدان بن محمد جبره بسعيد مكتوم بقيادة غانم بن سعيد بن سالم هذه هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسيرة آخر أشواط هذه الفترة الصباحية التي نتابعها أعفوا الفترة المسائية التي نتابعها من أرضية هذا المدون ولنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وحشيم المسيطرة على زمام الأمور حشيم على المنطلقة بالصدارة وبالمركز الأول سمو الشيغة راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عثيق بن سالم بالعرطي الحميري هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني تاتي الشاهينية في المركز الثاني من هجن سيح السلام بقيادة حمد بن علي لعويسي من يتابعها بوزايد على المركز الثاني والمركز الثالثي السايحة سمو الشيغة مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري ومطار من يقدمها بهذه الانطلاقة على المركز الثالثي بينما رابع مراكزنا تاتي هملولا على المركز الرابع من هجن سيح السلام بقيادة هنا المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مرشد وعبد الله من يقدمها بهذا الاندفاع وبهذا الاداء الجميل خامس مراكزنا الشاهنية هجن العاصفة مع غياث الهلال وانطلق على خامس المراكز ومخايل على المركز السادس لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد قيادة مختار بن أحمد بن عبد الملك والقادمة هذه اللحظات هنا والمتسللة هوايل القادمة من هجن سيح السلام بقيادة المضمر فهد بن حصين النعيمي من يتابعها وذا الانطلاق والاداء هناك الشاهينية لسموه شغر عاشد بن حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم وبمتابعة غانم بن سعيد بن سالم ونعود الى الصدارة نعود الى المقادمة نعود الى المركز الاول وصدارة هذا الشهوط حشيم المسيطرة على زمام الامور المسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول حشيم المندفع بصدارة هذا الشهوط لسموه شيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم وبمتابعة عتيق بالسالم بالعرطي الحميني من تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة مع الكيلو متر الاخير المركز الثاني المركز الثاني وتأتي هنا هملولة هملولة القادمة هقنصيح السلام على المركز الثاني هنا باندفاعة سعيد بن محمد بن سعيد بن مرشد والقادمة الشاهينية هنا لسموه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وغانم بن سعيد بن سالم في المتابعة ثلاثية ثلاثية بقيادة حشيمة على الصدارة حشيمة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة يوذل انطلاق والأداء ولكن هملولة 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 من انطلقت على الصدارة انطلقت على المقدمة وعلى المركز الأول إن دفعت بصدارة هذا الشوط إن دفعت من الفوز وبالنموس تبغي النقطة الثالثة لهيق نصيح السلام تبغي النقطة الثالثة لهيق نصيح السلام بهذه الأمسية التراثية الجميلة والنقطة الثانية للمتعب بهذا المسائه إذن هملوا لمن تعلن الفوز تعلن نموس تهانينا تهانينا لمؤسسة هيق نصيح السلام على هذا الفوز المميز شكرا للمتعب سعيد بن محمد بن سعيد من امر وشهد من قدمها هذا الانطلاق هو لحظة وصولها إلى قط النهاية معلنة الفوز ومعلنة أن موسى المركز الثاني تأتينا الشاهينية لسمو شغراشد بن حمدان بن محمد بن راهب السعيد المكتوم المركز الثالث وصلت مشاهدين الكرام حشيمة على المركز الثالث لسمو شغراشد بن حمدان بن راهب السعيد المكتوم المركز الرابع الشاهينية من هجني صيح السلام والمركز الخامس هويل من هجني صيح السلام هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا هذا الانطلاق والأداء ووصول هنا إذن هملولة معلنة الفوز والنموس قاطعة المسافة في تسع دقائق ثلاثة عشر أو اربعة عشر ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية تهانينا لهجن سيح السلام تهانينا لسعيد بن محمد بن سعيد بن مرشد بينما المركز الثاني وصلت مشاهدين الكرام على المركز الثاني هنا الشاهنية من حلت على المركز الثاني بتسع دقائق سباة عشر ثاني وفاء وتماما وكمالا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رهب بسعيد مكتوم تهانينا لغانب بن سعيد بن سالم أمن مركز الثالث فوصلت مشاهدين الكرام للانطلاق حشيمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري قاطع المسافة في تسع دقائق ثلاثة عشرين ثانية وفاء وتماما هو كمالا تهانينا والنموت تهانينا للجميع ولا مرقى سباقي مساء هذا اليوم تهانينا للجميع